إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها تمكن أفراد فرقة إقليمية للدرك الوطني بديدوش مراد من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من شخصين تترواح أعمارهما من 36 و 46 سنة بتهمة جنعة حياز مؤثرات عقلية قزة البيع بوصفات طبية صورية جنعة حياز مؤثرات عقلية بغير البيع باستعمال السلاح وجنعة حياز سلاح صيد من صنف الخامس بدون لخصة حيثيات القاضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة مفادها وجود سيارة نفعية تحمل ترقيم ولاية مجاورة يقوم ملكها بنقل وترويج المؤثرات العقلية استغرال المعلومة تم وضع نقطة مراقبة على مستوى حي بوصبع موسى بلدية دوش مراد أين تم توقيف السيارة محل المعلومة بعد تفتيش المركبة ومالكها عثر على كمية معطبرة من أقراص المهروسة مخبئة داخل كيس بالمقاعد الخلفية على الفور تم توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق أنه تم أخذ إذن بتفتيش منزل من طرف السيد وكيل الجمهوري المختص إقليميا ليتيم العثور على باقي المؤثرات العقلية مؤخبها داخل منزله أسفر التحقيق عن توقيف شاركه في الجريمة مع حجز حوالي 1200 قرص مهلوس من مختلف أنواع سيارة نفعية مبلغ مالي من العمر الوطنية والأجنبية